أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجاء قيماً لينذر بأثاً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة أن تخز من أفوائهم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باقع نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلنا ما على الأرض جينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جرزاً أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذا فالفتية يا الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سين عدداً ثم بعثناهم للعلم أي الحزبين لأحصال ما لبثوا أمداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وردنا مهداً وإذا افتروا عن الله كذباً وإذا عندزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأبونا الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً ودر الشم زيدات قنعت تسابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال بهم في فجبة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يغني فلا نديد له ولياً مرشداً صدق الله العظيم